النهاردة بيحصل في اسرائيل داخل اسرائيل بيحصل عندهم كارثة كبيرة جدا عندهم مهلة لتشكيل حكومة فاشل نتنياهو في تشكيل حكومة اسرائيلي خليه بس اقول لحضراتكم معلومة انه خلال عامين سنتين 2021 او لتسعتاشر عشرين سنتين اثنين اقيمت اربع انتخابات اسرائيلية اربع انتخابات عامة في اسرائيل كل انتخابات تفرز نخب حزبية لا تستطيع تأليف وتشكيل حكومة يعني عندي اربع انتخابات مضت كل انتخابات كانت نتيجتها لا تمكن اي حزب من تشكيل حكومة بشكل مريح كله كان بيطلع نتنياهو يجيب ناس يدعموه ويعمل تحالف عشان يقلف حكومة معهم وتفشل زي دلوقتي دلوقتي نتنياهو فشل في تشكيل حكومة اطول رئيس وزراء في اسرائيل فشل في تشكيل الحكومة وحصل احداث الاخيرة انبارح طلع نفتالي بينت اللي هو رئيس حزب البيت اليهودي اللي عنده سبعة منقعد فيه الكنيسة الاسرائيلي وقال انا اتفقت مع يائير لبيد اللي هو رئيس حزب هناك مستقبل اللي عنده سبعتاشر منقعد هما الاثنين مع بعض عندهم اربعة وعشرين منقعد ان احنا هنقلف الحكومة مع بعض كل واحد اثنين سنتين او سنة ونوص طبعا لما الاثنين دولي اتفقوا مع بعض يبقى نتنياهو بر الصورة اهو قدام حضراتكم ده بينت ده كاره العرب اللي قلت عليه لص بارح وقلنا عليه انه قتل مجموعة من العرب الى اخيره بس ما فكركم ده اللي عنده سبعة مقاعد وده راح يتفق مع يائير لبيد عشان يعملوا الحكومة مع بعض طبعا معهم ازرق ابيض عنده طبعا مقاعد والحزب العمل الاسرائيلي عنده سبعة مقاعد واسرائيل بيتنا عنده سبعة مقاعد يبقى كل دول انتفقوا مع بعض ضد حزب اللي كود اللي هو حزب نتنياهو اللي لم يستطيع انه هو يشكل الحكومة بمفرده عنده الرجل عنده 40 ساعة ولا 50 ساعة اللي هو 50 ساعة يائير لبيد انه هو يبدأ يشكل الحكومة هو بيقول انها هنشكلها وبيقول ان احنا بدأنا نعمل اتصالات مع منصور عباس زعيم الاخوان والقائمة العربية في الكنيسة الاسرائيلي حتى تكتامل الصور طبعا نتنياهو والمجموعة اللي معاه بيهجموا هجوم شرس جدا لي يائير لبيد ويبتالي بينت انه هما دول يسار هيضيعوا اسرائيل لكن بقول تاني انه بينت اللي هو مبارح جبته لكم ده ضد ضد العرب بشكل كبير جدا هما كلهم ضد العرب طبعا يعني انا مش عايز اخش واسرح واسبح في اتجاهات انه الداخل الاسرائيلي انا اعاول عليه انا بقول لن اعاول على ما يجري في اسرائيل زي ما قلنا انه فاكرين وفاكر حضراتكم ان كان فيه ناس بتعاول على الانتخابات الامريكية الاخيرة هو ترامب ولا بايدن هو الحزب الجمهوري ولا الحزب الديمقراطي هو حزب العمل ولا حزب اللي كود انا فاكر يعني انا منذ زمن بعيد وانا في المدرسة في لسه عندي مثلا خمستاشر عشرين سنة والله يفاكر ان احنا دايما ننتظر الانتخابات الامريكية من اللي هيجي الديمقراطيين ولا الجمهوريين لانه مين فيهم معانا ومتحالف معانا او غيره ونيجي بعدين في النص نلاقي الانتخابات الاسرائيلية اللي كود ولا العمل احنا عايزين العمل عشان العمل افضل من اللي كود وبنعد نراهن على غيرنا كتير اللي انا عايز اقوله انه كفانا رهانات على الاخرين كل رهاناتنا يجب ان تكون على امكانياتنا يجب ان تكون رهاناتنا على امكانياتنا وليست رهاناتنا على مواقف الاخرين فكل الاخرين كلهم بيعملون مصلحهم لان نتنياهو بيحبني ولا لبيد بيحبني ولا اسمه التاني ده اسمه يقير لبيد ولا نفتالي بنت ولا منصور عب كل واحد بيجرع مصلحته من ثم الإرادة الفلسطينية ومن ثم الإرادة العربية تستطيع أن تفرض نفسها على الجميع فأنا مش شاغل بالي قوي باللي بيحصل في المعركة القزرة في الانتخابات الإسرائيلية مين بقى يكسب هل ينجح يقير لبيد ومعاه بينت ان هم يقل في حكومة هم الاثنين لصوص سرقوا أرضنا وسرقوا حلمين خليني بس أقول الحقيقة والراجل بينت راجل سافل بيقولوله الأسرى الفلسطينيين قال لهم اقتلوهم أنا قتلت منهم كتير ده يحكم دوليا كمجرم حرب ما في ذلك أشك بقول تاني سواء هم نجحوا وقال لي في حكومة أو نتنياهو قال لي في حكومة لكن أنا تقديري الشخصي أنه حتى لو نجح لبيد في إقامة حكومة وتنسى حكومة ستفشل وسيحدث شرخ بينه وبين بنت لأنه فيه متناقضات داخل هذا التحالف ومن ثم وجهة نظري أو ما أتوقعه للداخل الإسرائيلي بعد دراسة سريعة لما يجري أنه الموقف كله رايح في اتجاه إجراء انتخابات خامسة يعني فيه تقديري أنه الحل سيكون الذهاب إلى انتخابات عامة وبعد خروج نتنياهو بالأمس وهجومه الشرس اللي هو منطقي على بينت وعلى لبيد أنه هيدفع الأمور في اتجاه دعوة لانتخابات خامسة خلال عامين يبقى فيه خمس انتخابات عامة خلال عامين فقط معناها 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 يعني عندي أربع انتخابات خلصه هنروح لانتخابات خامسة لو يوم الأربع القادم بعد بكرة لو لم تنجح المحاولات لإقامة حكومة إسرائيلية أو تشكيل حكومة إسرائيلية بين لبيد وبين بينت هيتم الدعوة لانتخابات جديدة انتخابات إيه؟ خمسة يبقى فيه أربع انتخابات في سنتين يعني كل ست شهور انتخاب فيه انتخابات خمسة بقى هيبقى كل أربع شهور يعني دولة زي إسرائيل بقولوا عندنا الديمقراطية أولا والديمقراطية طريقنا والكلام اللي صدعونا بيه وحقوق الإنسان وإحنا أعظم سيستم وإحنا عادينا سقوص تشوات غاجر وبيكلموا علينا كتير ديمقراطيتهم انكشفت أمام هذه الأطماع والديمقراطية طلعت مزيفة والديمقراطية طلعت مش أصلية لأنه لا يمكن حد يمرس ديمقراطية وهو سرق أرض لا يمكن حد يمرس ديمقراطية وهو بيقتل الأبرياء أنا بقول ده تقديري الشخصي إن إحنا إسرائيل رايح للانتخابات خامسة وبقول إنه ما جرى خلال الفترة الماضية بيؤكد لنا إنه هناك اكذوبة اسمها الديمقراطية الإسرائيلية أو أظهرت الأحداث أنها ديمقراطية هشة رغم كل ما يبدو على الساحة إنهم عندهم يعني وحل الديمقراطية على الطريقة الإسرائيلية اتنين أحداث غزة وحي الشيغة الراح وكل ما جرى بيؤكد حكتين تانية الفلسطينيون قادروا باختصار أنتوا قادرين أنتوا الفلسطينيون قادرين تقدروا تعملوا فإن فيها قوما جبارين أنتوا تقدروا تعملوا كل حاجة بس تتحدوا مع بعض اتنين الاستفادة التانية أو الملمح التاني أو مخرجات العملية التانية أنه فيه المنظومة الأمنية الإسرائيلية طلعت برضو هالشهيات تانية والقبة الصخرية ولا القبة الحديدية وبأي حاجة ولو نموسى بجتنع رأيك كل ده كلام فاضي زي اللي كان يقولوا على خط برليف زمان اشتركوا في القناة